موسيقى البواسير هو واحد المرض يتمثل في تمدد الأوعيات الدموية التي تتواجد في واحد المخدة التي تبطن القناة الشرجية سوف يقول لكم أن القناة الشرجية مبطنة ب واحد المخدة التي فيها الأوعيات الدموية وهذه المنطقة غنية بزاف بلا سيركوليات صنغين وغنية بزاف بلا تجمع نيرفوس من كي يدهر مرات البواسير فهو يده إلى انتفاخ داخل الشبكة الدموية الوريدية وهذه الانتفاخات تصل إلى الفتحة الشرج في الجزء السفلي من المستقيم يتصنف هذا المرض من أحد أمراض القولون والمستقيم والشررج يعني ما نقول بأن مرض الجهاز الهضمي ما هو مرض الشرج مرض المستقيم مستقيم هو المنطقة التي تصل بين الشرج وبين القولون وبعد المرض يمكن أن يصل مرض القولون يعني مثلا ذلك الشريان اللي مسؤول عن النزيف هذا البواسير يقدر يكون عنده انوغيجين من القولون ذلك الساعة كان يقوله في مرض قولون اللي هو متطور الأسباب المرض البواسير هي كثيرة ما سيخطوه هي نتيجة المجهود عالي لعمل الأمعاء سيخطوه الأمعاء تخدم بواحد طريقة التي هي أكثر من تقديرها ولا نتيجة للضغط شديد على هذه الأوريدة ما هي الحالة التي تكون فيها الضغط بزافة الأوريدة؟ رغم مثلا أي حالة فيها اضطرابات هرمونية على سبيل المثال سواء الحمل ولا الولادة نلاحظوا بأن النساء فترة الحمل ولا ما بعد الولادة تقدروا تنفخلهم ذلك الأوريدة الدموية يدعون الإمساك المزمن يعني الناس التي يعنيهم القبط المزمن يدعون ضغط شديد على هذه المنطقة الأوريدة الدموية والشرج يخرج الناد البواسير يدعون مشاكل الدموية يعني الناس التي يعنيهم دوالي المراد في الدوالي في الجزء السوفلي هو البواسير في الشرج لذلك النساء التي عندها مشكلة دوالي فاوتوماتيكما واحد ميل في المياه سيجرون مشكلة البواسير لأنهم عندهم واحد المشكل العام دوالي الدموية كانت أيضا الوراة يعني مثلا الأسر اللي عندهم كلهم جانب الوراة يقدر يقترتهوا مشاكل ديال يعني بأن كان واحد العقز في المصران دوك اوتوماتيكما كان واحد المشكلة ديالترانزيت دونك يدهروا عندهم هاد البواسير كان السمنة لأنها هي تقدر واحد الضغط على هاد المنطقة كان قلة الناشاط وقلة الحركة قلة الحركة قلة الحركة كتقدر أولا كثرة الجلوس كتقدر تعطيل بواسير أفكتيما كيف ما كثرة الجلوس ولا كثرة الوقوف داكو لأنك يخليوا ذاك العمل ديال الأمعاء ما كيخليوا مش كيفرغوا بوحد طريقة اللي هي طبيعية كانت تدخين لأنك أبحاث اللي بينت بأن مادة نيكوتين فهي مسؤولة على انتفاخ هادك الشبكة الدموية الوغيدية كان أسي نقص في تناول الملينات والألياف اللي كنسميه بعدم التجانس الغدائي يعني كان واحد المشكل في الرجيم الأليمانتر والحيمية الغدائية اللي ما فيهاش بزافة الألياف وبزافة الملينات لأن مني كان ناكلوا هادك البول الأليمانتر فاحنا خصنا واحد المادة اللي هي مليينة اللي هي عبارة على الفيبر اللي هي ألياف اللي كتخلي ذاك الفضلات كي خرجوا بواحد طريقة اللي هي ساديسة واحد الطريقة اللي هي سهلة هادو يعني أهم الأسباب اللي ممكن أنه يعطينا المشكل ديال البواسير غير هو كنسمعو دائما أنه كن جوج الأنواع على أساس أنه كن بواسير داخلية وبواسير خارجية وشكين فرق ما بيناتهم خاصة من الشكل ديالهم الأعراض ديالهم طريقة العلاج ديالهم البواسير الخارجية هي عبارة عن طيات صغيرة من الجلد يعني بحال الجلد المخاطي كيتطوى ممكننا نعقفوها لأنها نفجار في الأوعيات الدموية اللي كيترفاوح تجمع دموي حول فتحة الشرج ويمكن مشاهدتها بالعين المشاقدة وهي كتسبب واحد نوع من الحكة وبعض ما قاتت في حالة قصوى نوع من نازيف في حين بأن البواسير الداخلية فهي كتحدث داخل المستقيم أو كتنزف عند مرور البوراز دونك الخارجية فهي طيات ديال الجلد اللغكو الداخلية هي مشكل في المستقيم بالنسبة البواسير فهي كتمر من أربعات المراحل يعني في الأول كتظهر عندنا بواسير خارجية في المرحلة الثانية كتظهر عندنا بواسير خارجية وداخلية في المرحلة الثالثة فكتظهر عندنا واحد البواسير اللي هي مزمينة ما كتبقاش ترجع للموضع ديالها لأن المرحلة الثانية فالشخص يقدر يرجع ذاك الباصور الخارجي الموضع دياله في المرحلة الثالثة البواسر الخارجية إلي خرجوا فهم خرجوا مرقة وحدة بواحدة طريقة وهي كونيك في المرحلة الرابعة فعندنا انفجار يعني عنا واحد نازيف يعني هذا المشكلة دي البواسر أكيد على أنه يبغي علاج معين في اكتماع لأنه يقنط الشخص اللي يعاني منه خاصة الأشخاص لو كنشوفوا بعض الحالات اللي يمشي البواسر ويتعالجوا منه يعودوا يرجعون لهم حتى يقول لك أنا يعني ملفو لسنوات ضروري مرة أو مرة في العام على أنني يجيني البواسر الناس اللي يستنسوا بهذه البواسر يقول لك بأنه ملف يجي البواسر كيف ما قلناه مشكلة في الدوعة الدموية نرمال مو مخصوش يجي وإلاجه ولفو كان فيه مضاعفات أولا كان الرزق ديال الشق لفصور يعني ذاك الضغط المزمن فهو يقدر يؤدي لفصور ولا شق في منطقة الشرج إلا ترى واحد شق فذيك ساعة استدخل الجراحي بأقصى سرعة في المشكلة للتعفونات وإلا التعفونات سعدوا مع منطقة المستقيم ووصلوا للكولوم فذيك ساعة كترانا مشكلة لانفلاماسون دو الكولوم يعني التهاب دي القولون التهاب القولون وبيانسور تهاب القولون إلا ما المتكرر فكيأدي إلى سرطان جل القولون كينا أستيس كنابل تخموز فينوز يعني بعض المرات كترى تخطر الدم في ذاك المنطقة تخطو لك بواسير خارجية وكيتيبس ذاك المنطقة وكيالقوا بأن المرضى كترى لهم واحد المشكلة أن تولي واحد ججليدة يعني واحد الباثور لهو هابط وجاف بحلة يبس وزراق شوية لأن تخطر الدم يتسي كواغولي كنابل تخموز فينوز واحد لكايو صنغان اللي ولا على الانتغير وهذاك إلا ترى وصلنا المرحلة لتخموز فينوز وللكايو صنغان ودك جليدة بقى تهبطة فهي تبقى هبطة مدى الحياة دك ساعة كتولي بروبلم أستيتيك خاص المريض يزولها لأنك تبقى مدليا منو هادك لكايو صنغان لأنه بحالة قلتي مدوهش من هاجلول يعني ما نسهنوش بالأمر يعني فوق ماي كل مشكلة دي البواسير خاص ضروري استشارة بياه ونكمله العلاج والأدوية بالنسبة للتشخيص مع العلاج يعني تشخيص كين فرق ما بين البواسير الداخلية والخارجية بانسر بس كالبواسير اللغ باش نهدركوا على الفرق نهدركوا على الأعراض هم بجوجوم كيعتوي بجوجوم كيعتوي يعني سيالا الدم وي افكتما باش ن الناس يفرقو هو واحد الدم اللي كيكون عممو قليل وكيكون عند تبرز عند الإخراج كيكون لو ديلو حمر لامع داك شالح احنا كننقلو لباسيون دي مخصصهم يرقبوا البوراس ديالهم علاش لأن إلا كان حمر ولامع فمعناه بأن كان مشكل للبواسير وعلى العمومة دكتورة يعني فوق مايكون خروج الدم يعني من البوراس دروري نخص تكون استيشارة طبيعية يعني شي حاجة ماشي عادية فتحسن الواحد يدر استيشارة طبعا هو لكان أحمر لامع فهو بواسير إلا كان نوارات سدسون دي ميلينا سدسون مشكل إما آنيميا إما مشكل التهاب للجهاز الهضمي باش نفرق الوان ديال إلا كان غامق الوان دياله غامق دي ميلينا كان نسميه دي فرانس من ما كيحش بيهم خاصي الأعراض اللي غادي تبين افكتيما كان واحد من الحكة ديك تكون في الشارج كان واحد الألم واحد لان كنفور عادة مقاحة هذو عموما هما الأعراض وكان بعض مقات الشعور يعني بالحاجة إلى الدخول لحمام وقضاء الحاجة ولكن أفن تكون ما كاتراش هذيك الحاجة كما يرام تنسميوها دي زبخان ودي نزم و دي كا كي سنغار عند انتفاخ من تقدر الشارج دونك نحسو بها كلها من تفخ هذو الأعراض عندهم بجوج عندهم بجوج بواسر داخلية والخارجية افكتيما ما بنسبل تشخيص والعلاج كيف الفرق تشخيص سي أنك زمن كلينيك يعني يخص المريض يمشي عند المدسان اللي يلو يخصو يتقلب في من تقدر الشارج والمدسان غيدور له أنتوش ريكتال اللي غيقلب واش كين بواسر داخل والخارجية كان اوسي دي كالاناليس دو الصن باش كنشوفو واش داك الدمليف قد كتير والاقليل لانك كنشوفو واش داك انفاس بلاكت في غيتينيمي ونفاس لفتاس دا سيديمانتاشون باش نشوفو واش كين شالتهب مصاحب لهد البواسر بنسبل للعلاج فأولا كنبدأو بمراهم يعني الكريم موضعية في ديك البلاسر موضعية اللي مصيبين من مادة ليدروكورتزان باش كنهبطو شوية دي الانفلاماشون شوية دي شوية دي الحريق مع دي سيبوزيطوار هي قويل بس مع دوا دي الدورة الدموية لانك كيف ما قلنا البواسر هو مشكل دي التمد دي الدموية بانك كنديرو انتخاتم بور الغوتور فينو سيسون سيكونوا بثلاثة يعني مشيغل بومادة بوحدها الكريم الموضعية ولا خسروا بثلاثة ونردو البال مثلا بالنسبة للمرأة الحامل بانها كان عطيها هذا المرهم اللي فيه مادة ليدروكورتزان فممكن تستعملوا على مادة طويل لان الكورتزان يدوز في الدورة الدموية ويقدر اضطر لها الجانين يعني كنت تتولي غير فترة مؤقتة بوحد طريقة عشوائية لان ليدروكورتزان وخاكين واحد نيس بقليلة في المرهم فهو يدوز في الدورة الدموية تكلمت على تحاليل الدم وش يعني هذا الدم الذي يكون البواسير بعض الاحيان يقدر يعطي مثلا الشخص فقر الدم ولا او او افكتما لان مثلا كل اشخاص لا يرقب التبروز ديال لاب تخيل معي ان الشخص مثلا كل نهار كيفقد كيميا الدم هو معرف كيف كيميا الدم من يقول لك انا كنا كنا مزيان جي موش بيان دوك شنو المشكل ديك ساعة كن يروا تحيل البراز باش نشوف واش كين فوق دم منشوف واش كين دي شامبينيون دي بكتيري مهم بزاف هذا موخ البواسير بغيو نتكلم على جوج الحويج نائما كنا نسمعهم وانو بعض الحالات الناس اللي جاهم باثر تيقول لك على اساس انه اما يتقلق بزاف تيكون عنده مشكلة البواسير او لتي يكون الحرب بزاف واش هدوا معلومة صحيحة نسبيا في هذا الموضوع الحرب بزاف وي الحرب بزاف كيدير البواسير حيث شنو قلنا قلنا بأن مشكلة تتمدد الاوعية الدموية وللدورة الدموية فهي تأثر مادة الكابتين اللي كان في الحرار